اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني لافتا إلى أن مملكة البحرين تعمل جاهدة لتطوير الأليات اللازمة لدعم هذا القطاع الواعد لمواصلة المنافسة في الأسواق التجارية ودعم وتنشيط الاقتصاد جاء ذلك لدى ترأس سعادته أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلال الاجتماع تم تقديم عرض لمؤشرات الأداء للمجلس للأعوام 2022-2026 كما تم استعراض القيم المستهدفة المستحدثة إلى جانب استعراض مستجدات ومنجزات عدد من المبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها وذلك ضمن خطة عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدوره قام صندوق العمل تمكين بإطلاع اللجنة على مبادرة جولات ستارتاب بحرين والتي تستهدف دعم المؤسسات المحرينية الناشئة التي لديها القابلية للنمو والتوسع من خلال طرح أفكارهم الريادية على المستثمرين للحصول على التمويل والاستثمار وفي الختام ثمن وزير الصناعة والتجارة جهود الأعضاء الرمية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر